اشتركوا في القناة وعلى الرغم من ان هذه القوة قد لا تبدو كبيرة بمقاييس اليوم الا ان معدل مئة حصان لكل لتر في محرك تلقائي تزود بالهواء يعد امرا مميزا وخاصة مع سعر السيارة الرخيص نسبيا وتقول الشركة انها طورت ناقل التروس اليدوي الجديد في الست سرعات ليقدم اداء افضل كما زودت السيارة بنظام تعليق ومصات صدمات مطورة لتحسين التحكم بالسيارة ولكن تويوتا لم تقدم المزيد من التفاصيل وتبدو السيارة شبيهة بطراز اف ار اس السابق الا ان تويوتا زودتها بعدد من اللمسات العصرية مثل اضواء ال ايدي الامامية والخلفية وفتحة التهوية الامامية الجديدة لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة